صباح الخير اهلا بكم النهر دا ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى فطيرة بطاطا بعجينة حلوة جدا هشة وقطنية ولونها وراحتها مفيش احلى من كده مكونات بسيطة جدا وهيطلع معيك اجمل فطيرة ممكن تقدموها مع المرباط او مع النوتيلة او تتاكل لوحدها جنب شاي حاجة بصراحة في منتها الجميل تعالوا عرفكم على المكونات والمقادير ونشوف هنعملها ازدل في البداية كده هنجهز نصف كوباية من السكر وعليها تلت كوباية من الزيل هننزل الاول بالسوائل قبل ما ننزل عليها بالمواد الجافة وهحط عليهم كمان بيضة في درجة حرارة المطبخ يعني ما يكونش يطلع من الثلجة طبعا حطينا بيضة يعني لازم نحط له فانيلي انا هحط اتنين باكت فانيليا اه لو عندك فانيليا سيلة تقدر يتحط النصف معلقة هقلب كل المكونات اللطيفة دي كده مع بعض لحد ما تديني قوام كريم شوية حوالي دقيقة او دقيقتين لو بالمضرب الكهرابي برضو هاخد معاك دقيقة بالكتير مش مش اكتر من كده هنزل عليها بقى بكوباية من اللبن واستحصل لو كان اللبن اللي معنا دافي عشان يساعد ان العجينة ترفع معنا بصرحة برضو هقلب اللبن مع بقية المكونات اللي حطناها حوالي دقيقة لدقتين كده وبعد كده هنزل عليها بالخميرة معلقة كبيرة من الخميرة يعني تقريبا تعادل بكت خميرة علشان تقدر ترفع العجينة اللي معي لان البطاطا اللي هنحطها في العجينة هتخلي القوام تقيل شوية فمحتاجين كمية خميرة أقدر بعد ما سبت الخميرة حوالي خمس دقيق بس تبدأ تتفاعل كده هنزل عليها بكوباية من البطاطا المهروسة اي بطاطا عندك بطاطا مسلوقة او مشوية هنهرس حوالي ما يعادل كوباية بطاطا وهضفها للمكونات اللي احنا جاهزناها مع بعض وهقلبها كويس كده لحد ما تدوب في الخليط ده ما يبقاش باين قطع بطاطا معي اللون العجينة اللي انتو شايفينه ده اللون السيموني ده هو يبقى لون العجينة الأصلي يعني لما تستوي هتلاقوها معاكم باللون ده بصراحة لون هيفتح النفس جداً كلكم ان شاء الله هتشوفها وتنبهروا بيها لما انجربوها مقدار الدقيق اللي معي انا مجهزة نصف كيلو من الدقيق طبعاً نخلاه قبل ما نبدأ نشتغل بيه في اي حاجة يستحسن ان نكون نخلينه وعليه رشة خفيفة من الملح هزل شوية شوية بالدقيق يعني ما تنزلوش بالدقيق كل مرة واحدة علشان نقدر نتحكم في قوام العمينة عايز اقول لكم على حاجة ان قوام العجينة دي بالذات بيبقى في تنزيق كده في الآخر يعني مهما ضفنا دقيق هتلاحظوا ان مازال فيه تلزيقه او بتلزق في ايديكو وده المطلوب يعني ما فيش داعي ان احنا نزود كمية دقيق عشان العجينة متنشفش معانا هو الطبيعي بتاعها انها تبقى فيها تلزيقه وده اللي بيديها تراوة ونعمها في النهاية بعد ما تتخبز انا هضيف نص كيلو الدقيق بالتدريق شوية شوية كده وابدأ اللي بيدي لو حسيتوا انها بتلزق معاكو زيادة ممكن تمسحوا على ايديكو مسحة زيت خفيفة عشان تعرفوا تجمعوا العجينة متلموها هقلبها واحدة واحدة كده وفي الاخر هنرش رش دقيق كده وابدأ اللي بيديها على الرخامة زي ما انت شايفين هي مازالت لسه بتلزق وده المطلوب انا مش هدفلها دقيق تاني هلمها بس بسرعة كده واسيبها تتخمر حوالي ساعة لساعة وربع في مكان دافي هتلاحظوا انها تضعفت معاكو يعني هتلاقوا ان شاء الله اختمرتوا بقى جميلة وخفيفة جدا يعني تحسوا انها زي اسفنجية تحت ايديكو لما تيجوا تشتغلوا فيها هنغطيها وانسيبها زي ما تعودنا ساعة او ساعة وربع لحد ما تحسوا انها عالية وملية البولا معاكو نقدر نشتغل فيها بعد كده هي خدت معايا تقريبا ساعة وعشر دقيق بعد ما اختمرت وارتفعت معايا كده هاخدها بقى وابدأ اشكلها احنا في الاول هنعمل فطيرة على شكل دفيرة فهناخد ثلاث كرات من العجين يكونوا حجم متساوي بقدر الامكان ونبدأ نلفهم رول كل واحدة زي ما هنشوف باللقتي مع بعض هي عملت معايا جماعة فطيرتين هنشوفهم عملت معايا فطيرة على شكل دفيرة كبيرة جميلة جدا وتبقى معايا برضو مقدار من العجين عملته فطيرة بشكل تاني جميل برضو هنشوفه مع بعض هاخد رول كده وابدأ لفها على قد ما اقدر يكون الطول واحد ويكون شكلها متساوي برضو هي مازالت بتلزق بس انا مش هضيف عجين يعني مش هضيف دقيق تاني هنحط بس رشة دقيق خفيفة جدا تحتها واحنا منلفها تفرد التانية والتالتة برضو بنفس الطريقة لو حسيتوا انها بتلزق معاكو شوية رشو لها رش دي خفيفة كده تحتها وحاولوا تفردوها بالراحة عشان العجينة دي بتبقى طرية جدا يعني اتعاملوا معاها بحرص هي بخلاف المعجنات اللي احنا متعودين عليها البطاطا بتديها القوام طريق اوي فيعني ايه حسسوا عليها بالراحة كده واحدة واحدة اتعاملوا معاها بحنية كده لحد ما تشكلوها لكن صدقوني ان هي النتيجة في النهاية تستحق التجربة جميلة جدا وريحة وطعم مختلف عن اي معجنات بنعملها في البيت ان شاء الله مش هتبطلوا وتعملوها بعد ما تطلع معاكو النتيجة الروعة من اول مرة انا هشكلها دفيرة واحدة واحدة كده حتى يمكن لو حسيت ان شكلها مش مزبوط معاكو لا هي هتزبط معاكو في النهاية بعد ما خلصتها ولفيت الدفيرة بالشكل ده نجيب بقى صينية ونمسحها مسحة خفيفة من الزيت او السمنة وطبعا هي بتتخبز على درجة حرارة عالية يعني الفرن بيكون عالي ما بتاخدش معنا وقت حوالي ربع ساعة تلت ساعة بتكون استوت معانا وبعد كده بنرفعها تحت الشوية بس طبعا لازم نسيبها تختمر كمرحلة تانية يعني بعد ما لفناها وحطناها في الصينية اللي لازم نسيبها حوالي ربع ساعة كمان او تلت ساعة جزء العجيني اللي تبقى معي هيعمل معي برضو كمان فطيرة يعني ما شاء الله فطيرة جميلة يعني عملت كمية حلوة اه هاخدها اعملها فطيرة مدورة بايدي كده انا حاسة ان العجينة مليانة هوا وانا شغالها ده دليل على انها نجحة وقتنية جدا وهتديكم نتيجة حلوة جدا في النهاية خبطاتها بايدي وممكن تغبزوها بالشكل ده او تعملوا فيها اه اشكال كده زي ما انا بلعب وبعمل فيها اشكال كده بالقطاع يعني غيروا بقى ان اشوها ارسموا عليها بالشوكة زي ما تحبوا يعني الشكل ده يرجع لكم انا هعمل فيها كده خطوط بالقطاع ايام مش هتتقطع معي بس في النهاية الشكل ده هيبان بعد ما تستوي هتلاحظوا ان لها شكل مميز جدا ونتيجة هتبقى رائعة اه مختلفة عن معظم المعجنات اللي احنا متعودين عليها جربوها بالطريقة دي ان شاء الله هتعجبك او برضو هصير نفس العجينة تخمر مع التانية اللي تنين كده يخمروا مع بعض حوالي تلت ساعة وهمسح عليهم بقى مسحة من اللبن او بيضة بشوية من اللبن اه قبل ما ندخلها الفرن عشان تدينا اللون الدهبي الجميل تحت الشوان ممكن تزوقوها بسمسم بحبة البركة باي حاجة موجودة عندكم او تدخلوها زي ما هي كده بدون اي حاجة على الوجه هي هتطلع جميلة جدا بسراحة مش مستهلة هاي جاية انا كان عندي شوية سمسم رشيت عليها زي ما انتم شايفين كده وسبتها حوالي تلت ساعة اختمرت وارتفعت وتقريبا تضعف حجمها هدخلها بقى الفرن وان شاء الله هوريكم النتيجة المزهلة لما تطلع ده شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما طلعت ما شاء الله عليها خفيفة جدا يمكن اكتر مما توقعت كمان حلوة قوي وطعمها لزيز يعني لما بعملها دايما بصراحة هي بتتاكل لوحدها من حلواتها يا فان شاء الله لما اتجربوها هتعجبكو قوي لونها طبعا اللون السيموني الجميل بتاع البطاطا اللي احنا عارفينه ده ان شاء الله تلنال اعجابكم واشكركوا جدا على وقتوكم الجميل وعلى مشاهدتكم وان شاء الله لو اجابكم الفيديو ما تنسوهش في لايك وتشيروا لكل اصحابكم